كنت مساوي فيها خليجي وخليجي وكده خليجي ييجي ولا خليه يروح وكنت عمل سكسوكا ودبلس وكده عشان كنت رايح برنامج خليجي وكده فقلت ما عمل سكسوكا بقى ودبلس بقى وخليجي بقى وكده لزوم البرنامج يعني وحركات حتى دي بيقولوا عليها في الخليج والكويت وكده اللهم صرر رسول الله يعني العباية دي بقولوا عليها مش فاكر مش فاكر الهرجة يعني وكده لا تحاتي لا تحاتي فاهلا وسهلا بكم مشاهدين الكرام في كل مكان هذا الفيديو ده للرد على برنامج سوار شعيب وشكرا للتفاعل والحب الناس يا جماعة بيبان وقت الشدايد شكرا لكل يعني ان الشعب المصر والشعب السعود واقفين معاوش الشعب العربي كل هلو بجد جدا يا جماعة وقت الشدايد بتباني الاحباب وبيباني من حبيبك ومين هذا. اوكي اه فتح من السهل فتح اوكي نتكلم الوقتي في الرد بقى يعني انا عملت فيديو من يومين كده بس ايه يعني الفيديو طال يعني شوية كده لانو كنت بدار ديش على طبيعة ونكنش بقى يعني داخل دغري في الموضوع لكن اللهم صرع رسول الله هبدأ بقى اخش في الموضوع في نقاط معينة ولا مسلسة تمام اه انا لى يبقى انا فهمت حاجة من لين اني جمهور اليوتيوب عاوز مختصر عايز الزبده مش عايز يق Father يسمع مُباشر كده و حاجات كتير اللي عايز بس المختصر كده المختصر المفيد يلا ما الخبرة بتريح برضو تمام فصلوا على رسول الله يا جماعة ربنا اتنا في الدنيا حسنا وفي الاخرية حسنا وكان اصرف عنها ذا بنار شباب هنتكلم نوضع عليك كزا نقطة في البرنامج البرنامج طبعا البرنامج طبعا انا كنت حابب اعرف ايه العواميد الاساسية اللي بتقوم عن البرنامج والاسئلة والمحاور وكده هم يعني قعدوا يأجلوا طب هنقول لك طب هنقول لك وكده تمام لحد حتى ما وصلت الفندق في الكويت ما قالوا ليش الاسئلة تمام قالوا لي خليل لا تحاتي حتى والكباب جوا وكفتاجي وكده تمام يعني لا تحاتي احنا مش هنجيب يعني اي حاجة برايفت يعني خصوصية ليك مفيش فكرة تحت الطاولة مفيش اي حاجات كده يعني اي هكة ولا هكة وكده فده بالنسبة للنقطة الاولانية النقطة الثانية لم أصرر الله أنا لم أكن أعرف أصلاً إيه الأسئلة التي ستأتي في البرنامج لا أخر لأخر يعني قبل البرنامج بخمس كذلك كنت مقضيها كذلك لم أكن مجاهز لأسئلة ومكنت مجاهز نوكة ومكنت مجاهز تقليد أصوات ومكنت مجاهز حاجات كتير قلت لهم لا أنا يعني أحبب أظهر بشكل جديد للمتابعين وكده فبلاش لم أصرر الله فبلاش أقول نوكة في الحلقة ديت حلقة أول قصة علشان أظهر للجمهور كخليل الإنسان وليس كخليل الكميدي تمام خليل يعني أنت تروح البرنامج كلها تقول لهم نوكة ويتكي تسحب علينا وتقول لناش نوكة يا أخي قلت لهم طيب ماشي خلاص أنا هخش عندي على صفحة الفيسبوك بتاعتي والإنستجرام وأشوف أحدث النوكة اللي أنا نزلتها في خلال الأسبوع اللي فات واللي جابت تفاول أكتر وعجبت الناس تمام تمام وكتبتهم في الورقة تمام عشان أطلع أولهم مع الهو في وسط البرنامج تمام دي بالنسبة للنقطة الأورنية والتانية نقطة التالتة أنا مش عارف إيه بالزبط الحلقة يا جماعة دي كانت كانت قعدنا نصور قعدنا نصور أربع ساعات أنا بس كتب النقاط في ورقة كده عشان ما ننساش لا مش في ورقة كتبة على موبايل يعني تمام التصوير يا جماعة أربع ساعات ساعة ساعة تخيل تصوير أربع ساعات أزاع منهم بس ربع ساعة يعني تخيل باقي يعني كمل معلومات اللي أنا قلتها في خلال الأربع ساعات وكمل أسئلة اللي هو بيسأل هو اللي في خلال الأربع ساعات آآ تمام آآ آآ تمام هعرف أكلم عن إيه مواضع إيه تانية آآ لأول مرة برضوك شوعيب بيظهر في الترند المصري الوقت الحلقة بتاعة الخليل الكوميدي في الترند المصري رقم خمسة في الترند السعودية رقم واحد الكويت رقم واحد بقيت الدول العربية رقم اتنين في الكويت رقم تقريبا كانت آخر مرة شفتها كانت تلاتاشر أكيد الوقت بقيت رندي رقم سبعة آآ فأهلا وسهلا بيكم بجد يعني بجد ولا بعم تتتتها الفي ده يا جماعة قلتوا في وسط الحلقة دي اللي هي أربع ساعات حوالي خمس مرات أو أكتر هو أسأسه وراجع هو قالها في آخر الحلقة تمام الحاجة اللي بعد كده عشان هو يبين يعني ده مخفيف وكده آآ الحاجة اللي بعد كده أنا طلبت اللي أنا ما أقولش نكت في الحلقة ديت تمام آآ علشان أظهر للجمهور يعني بشخصية جدة شوية يعني حاجة كده جديدة يعني ف اللي حصل بقى اللي حصل ويجب شباب مأجرهم كمبرسات يتكلموا علي آآ تمام آآ الفيديو اللي هو اللي هو الشباب عاملينه ده وقعدي سمعولي حوالي تلات أربعة مرات آآ علشان ياخد تعبيرات وشي وانطباعاتي على الفيديو موسيقى 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 موسيقى